الحاجة التالتة ممكن يكون الاثر ده صدقة جارية يعني انت الصدقة الجارية دي ممكن ديكون مساعدة انت قدمتها لحد مكالمة تليفون دعمت بيها واحد كان محتاجك او زي ما محمد ابو الغيت كان بيعمل في حياته كتير يعني انه اي حد من زميله كان بيكون محتاجه في مساعدة في شرح حاجة في نصيحة في تدقيق معلومة في انه هو يفتح له طريق معين محمد ما كانش بيبخل على حد بحاجة زي كده وانا منهم الحقيقة يعني فابو الغيت كان من الناس الحقيقة اللي كانت سايبة صدقات جارية كتير قوي انا شفت اثرها النهاردة يعني انا شفت جنازة النهاردة وناس وقفة عند القبر والله كلهم يعني كانوا في حالة من التأثر والبكاء الشديد زي ما يكونوا اخواته من ابوه امه زي ما يكونوا اهله اللي تربوا معاه وعاشوا مع عمرهم كلهم منهم ناس قبلته مرة منهم ناس قبلته مرتين منهم ناس قبلته اكتر منهم ناس طبعا كانوا قريبين منه جدا لكن الحقيقة الاثر اللي بيبقى بعد رحيل اي حد فينا اليوم اللي زي النهاردة بيكون دارس لينا عشان نفوق عشان نفتكر ان احنا عايشين في الدنيا دي عشان اللحظة دي عشان لحظة دخولك القبر اللي هيدخل معاك هو العمل اللي هيدخل معاك هو الحاجة اللي انت سبتها وراك في الدنيا اللي هي عملك اللي ان شاء الله يكون صالح وبالتالي النبع صلى الله عليه وسلم كان بيقول دايما اذا مات ابن ادم في الحديث الشريف كما قال يعني عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدق جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يبعلا اشتركوا في القناة